يا إلهي كل يوم يأكل هذا الطف أنواع عديدة من الطعام وعلينا نحن البدء بعملية الهضم وما المشكلة يا عزيزتي أليست هذه وظيفتنا؟ أجل ولكن لماذا يأكل الطفل كل هذه الأنواع من الطعام؟ لماذا لا يكون طعامه من نوع واحد دائما؟ إن هذا التنوع لمصلحة جسمه ألا تعلمين ذلك؟ أهلان يسر مسرح المعدة أن يدعوكم لحضور حفل هام تقدم فيه فيتامينات الطعام عرضها المميزة لاختيار أفضل فيتامين للجسم عظيم رائع في هذا العرض ستجدين جوابا عن سؤالك لم أفهم ماذا تقصدين؟ عندما يتحلل الطعام الذي يأكله الإنسان فإنه يقدم للجسم ما فيه من مواد نافعة وضرورية لبنائه والفيتامينات إحدى هذه المواد النافعة التي يحويها الطعام هيا بنا سنحضر العرض وستعرفين تماما ماذا أقصد أهلا وسهلا بكم في هذا الاستعراض الجميل والمميز فيتامينات الطعام ستقدم هذه الليلة استعراضا جميلا لانتخاب أهم فيتامينا للجسم وسنبدأ الآن بالفيتامين الأول فيتامين ألف كيف سيتم انتخاب أهم فيتامين؟ من خلال هذه الأجهزة يا عزيزتي بعد انتهاء الفيتامينات من استعراضها سنعطي كلا منها درجة مناسبة ويكون الفائز أكثر الفيتامينات حصولا على درجات فهمت أنا بيتامين ألف ضروري جدا للصغار والكبار يجب أن أكون موجودا في جسم الإنسان طيلة فترة حياته لأنني أساعد في النمو الطبيعي لخلايا جسمه وإلي يعود الفضل في قدرة الإنسان على الرؤية عندما تكون الإنارة ضعيفة كما أساعد على صحة الجسم عامة وصحة الجلد بشكل خاص وإن نقصي في الجسم له أضرار كبيرة منها عدم القدرة على الرؤية عندما تكون الإنارة خفيفة كما يؤدي نقصي إلى جثاف الجلد وتقشره وإلى سوء نمو الأطفال والآن أين أكون موجودا إنني أوجد في العديد من أنواع الطعام وخاصة البطاطا الحلوة والجزر والقرع والبيض أنا الفيتامين ألف لا تنسوا أن تصوتوا لي والآن مع الفيتامين الثاني فيتامين بي أنا فيتامين سي ضروري جدا لصحة الجسم أحافظ على الخلايا أما وظيفة الأساسية فهي رفع مستوى مقاومة الجسم للأمراض وخاصة الزكام وإن الوجود يساعد الجسم على امتصاص مادة الحديد من الأغذية ليستفيد منها أما نقصي في جسم الإنسان فيسبب مشاكل كثيرة أهمها فقر الدم وزيادة إصابة الجسم بالأمراض كما يؤدي نقصي أيضا إلى عدم التئام الجروح بسرعة وكذلك يؤدي إلى نزف اللثة المحيطة بالأسنان أوجد في العديد من أنواع الطعام وبشكل أساسي في الخضروات والفواكه وأكثر ما أكون في الفليفلة الحمراء والفراولة والبرتقال والشمام وهناك نصيحة أقدمها لكم وهي تناول الخضروات والفواكه بعد شرائها أو تقطيعها مباشرة فبهذه الطريقة يحشر الجسم على أكبر قدر ممكن من الفيتامينات هذا أنا فيتامين سي المفيد والنافع إن أحببتموني فصوتوا لي شكرا لبيتامين سي على هذا العرض الجميل والآن أقدم لكم البيتامين الثالث في عرض اليوم وهو البيتامين دال أقدم لكم نفسي أنا فيتامين دال مهم جدا لجسم الإنسان فأنا ضروري ليتمكن الجسم من امتصاص مادتي الكالسيوم والفوسفور من غدائه وهاتان المادتان تشاركان في بناء العظام والأسنان وجعلهما أقوى وإن نقصي في الجسم يسبب مشاكل كبيرة بحسب عمر الإنسان في مرحلة الطفولة يسبب نقصي مرضا خطيرا يدعى مرض الكساح وهو عدم قدرة عظام الساقين على حمل وزن الجسم بسبب ضعفها وفي المراحل المتقدمة من العمر يسبب نقصي مرض هشاشة العظام الذي يؤدي إلى تكسر العظام وتهشمها بمجرد تعرضها لصدمة بسيطة ويمكن للجسم أن يحصل علي بطريقتين الطريقة الأولى عن طريق أشعة الشمس فإذا تعرض الجسم لأشعة الشمس مدة 15 دقيقة ومن معدل ثلاث مرات في الأسبوع من دون عازل يقوم الجسم بتركيب مركب خاص يتحول في الكبد والكلية إلى بيتامين دال وإن هذا التركيب يكون عند ذو البشرة البيضاء بكميات أكبر كما يكون في عمر الطفولة أسرع وبكميات أكبر الطريقة الثانية يمكن للجسم أن يحصل علي عن طريق الأغذية فأنا متوفر في مشتقات الحليب والألبان وفي البيض وسمك السردين والسلمون هذا أنا فيتامين دال نافع للجسم ومفيد فصوتوا لي شكرا لك فيتامين دال على هذا العرض الممتع والمفيد والآن أقدم لكم مجموعة فيتامينات مفيدة لكل منها وظائف خاصة في جسم الإنسان إنها فيتامينات الأخوة باء أهلا وسهلا لفيتامينات الأخوة باء باء واحد باء اثنين باء ثلاثة باء ستة باء اثني عشر والآن وقتا ممتعا ومفيدا أرجوه لكم مع هذا العرض الجميل والمميز مع الفيتامين الأول باء واحد أنا فيتامين باء واحد أحد فيتامينات الأخوة باء مهما جدا لجسم الإنسان فأنا الذي أمكن الجسم من الاستفادة من السكريات الموجودة في غذائه وتحويلها إلى مصدر للطاقة وبذلك يتمكن الإنسان من الركض واللعب والحركة وإن نقصي خطير جدا فمن دوني لا يستطيع الجسم أن يحول غذائه إلى طاقة فيصبح غير قادر على الوقوف أو المش أو الحركة هذه الشاحنة تسبب لي المتاعب دائما كما بعض الغشب والغراف تعطي الصور البرنامج التالي البرنامج التالي ويمكن للجسم أن يحصل علي بسهولة من بعض أنواع الغذاء كالأرز وخاصة الأرز الذي لم تنزع قشرته وكذلك في الخفز والعصائر وخصوصا الحمضيات كعصير البرتقال وفي البقول كالعدس والفول والفاصلياء ولكن هل تعلمون أن أفضل وسيلة للحصول علي تكون عند طحو الطعام بالبخار؟ هذا أنا الفيتامين النافع المفيد فيتامين باء واحد فصوتوني شكرا لفيتامين باء واحد والآن ننتقل للفيتامين الثاني من فيتامينات الأخوة باء وهو الفيتامين باء اثنان أنا فيتامين باء اثنان مهم وضروري لجسم الإنسان فأنا الذي أجعله يستفيد من السكريات والدهون والبروتينات الموجودة في غذائه ويحولها إلى مركبات مفيدة وإنني متوفر بكميات كافية في الحليب واللبن والجبن والخبز وكذلك في الفطر المشروم ولكن هناك أمر يجب التنبه إليه فعند تعرض هذه الأطعمة للضوء فإنها تفقد قسما كبيرا مني لذلك يجب حفظ هذه الأطعمة في أوان مغلقة بعد فتحها هذا أنا فيتامين باء اثنان صديق الإنسان فصوتوا لي شكرا لبيتامين باء اثنين على عرضه الجميل والآن أترككم مع البيتامين باء ثلاثة إنني أشبه أخي الفيتامين باء اثنين فأنا أيضا ضروري للجسم للاستفادة من السكريات والدهون والبروتينات الموجودة في غذائه ولدور أساسي في جسم الإنسان فأنا الذي أجعله يتمكن من الاستفادة من عنصر الكاليسيوم وإن نقصي يسبب للإنسان مرضا خطيرا من أعراضه الإسهال والتهابات الجلد ويمكن أن يؤدي نقصي الشديد إلى 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 الموت وإنني متوفر بكثرة في الحبوب كالأرز الأسمر والأبيض والخبز والطحين وكذلك في اللحوم البيضاء وسمك السلمون وفي الفطر المشروم وزبدة الفستق السوداني هذا أنا الفيتامين النافع المفيد فيتامين باء ثلاثة فصويتوني شكرا لك فيتامين باء ثلاثة والآن مع الأخ الرابع من فيتامينات الأخوة باء إنه فيتامين باء ستة أنا فيتامين باء ستة مهم وضروري لجسم الإنسان فلي دور أساسي في العمليات الكيميائية التي تتم في خلايا الجسم والتي تقوم بتحويل المواد الغذائية إلى مركبات مهمة ومفيدة لبناء الجسم وهذا ما يسمى بعملية الاستقلاب وإن نقص من الجسم يضعف قدرته على الاستقلاب فيسبب ذلك له أضرار كثيرة للحصول عليه فأنا موجود في اللحوم والقمح والخضروات والمكسرات هذا أنا الفيتامين النافع والمفيد فيتامين باء ستة فلا تنسوا أن تصوتوا لي شكرا لك فيتامين باء ستة والآن أترككم أعزاء الحضور مع الفيتامين الأخير من فيتامينات الأخوة باء إنه الفيتامين باء إثنى عشر أهلا بكم أعزائي أنا فيتامين باء إثنى عشر ضروري جدا لجسم الإنسان فأنا أحافظ على الخلايا العصبية من التلف وأحميه من خطر الإصابة بأمراض القلب فأنا ضروريا لسلامة الأعصاب والقلب وهذا يعني أن نقصي من الجسم خطير جدا لأنه يسبب مرض فقر الدم فلا تعود كريات الدم الحمراء قادرة على حمل الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم ومنها الخلايا العصبية وللحصول علي يجب الاهتمام بتناول المنتجات الحيوانية فأنا موجود في اللحوم والسمك والزبدة والجبن واللبن والبيض هذا أنا فيتامين باء إثنى عشر إن أحببتموني فصوتوا لي شكرا لفيتامين باء إثنى عشر والآن ننتقل إلى الفقرة الهامة في عرض اليوم وهي فقرة التصويت وإعلان الفائز بلقب أفضل وأهم بيتامين لجسم الإنسان قبل أن نبدأ التصويت أرجو من جميع البيتامينات التقدم إلى هنا كنا أعزاء الحضور مع بيتامين ألف وبيتامين سي وبيتامين دال ثم مع بيتامينات الأخوة باء وهي بيتامين باء واحد باء اثنان باء ثلاثة باء ستة باء اثنى عشر والآن عزاء الحضور لتمسكوا أجهزة التصويت وتعطوا كل بيتامينات الدرجة التي ترونها مناسبة سنبدأ واحد اثنان ثلاثة ثم مع بيتامين ألف وقد نال عشر درجات ثم مع بيتامين باء والآن أنتقل إلى بيتامين سي وقد حصل بيتامين سي ثم مع باء ثم مع باء على عشر درجات أيضاً والآن بيتامين دال ثم مع بيتامين دال أعطاه الجمهور ثم مع باء فقط فقط عشر درجات والان بيتامين باء واحد بيتامين باء واحد على 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 عشر درجات اما بيتامين باء اثنان هذه الحاضرون الا العشر درجات الفيتامين باء ثلاثة وقد حصل على على عشر درجات ايضا بيتامين باء ستة نال 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 عشر درجات والآن مع آخر البيتامين إنه البيتامين باء اثنى عشر هاي والخاضرون أعطوه فقط فقط عشر درجات رائع رائع هذا رائع رائع هذا العرب كم أحب فيتامينات الطعام حقا مآدم فائدتها لجسم الإنسان كنت تسألين لماذا يأكل الطفل عدة أنواع من الطعام لماذا لا يقتصر طعامه على نوع واحد أليس كذلك؟ آه بلى بلى لم أكن أعلم أن هذا التنوع يقدم للجسم ما يحتاجه من مواد نافعة وفيتامينات منوعة كل منها لها دور هام وضروري لبناء الجسم وسلامته ما رأيك أن نخرج لنهني الفيتامينات؟ أجل فكرة رائعة تعالي حيا بنا ترجمة نانسي قنقر